بشكرك شكرا جزيلا يا احمد بشكرك شكرا جزيلا بشوفتوا الصورة وارا احمد المسيري عاملة ازاي مفيش واحد ملتزم بالاجراءات اللي احترازة بشو ها تحط كمامة على بق مفيش حد ملتزم بالاجراءات يا جماعة يا جماعة هي الانتخابات خلصت بس انتوا اللي بتضروا نفسوكم عاملية الانتخابات خلصت بس العدد اللي موجود ده والناس كلها ملزقة في بعض والناس كلها جنب بعض فيه كورونا يا اخوان انتوا مش حاسين بالموضوع فيه كورونا يا جماعة خافوا على نفسوكم شوية خافوا على بعضوكم شوية خافوا على اهليكم وعلى قساركم ده تعرض مجاني مجاني والله عارف انت اللي هو ببلاش يعني حيات الصورة كده وارا المسيري عاملة ازاي جماعة كل الناس اللي وراها فيش واحد فيهم لابس كمامة فيش ولا واحد وارا احمد المسيري لابس كمامة صعب جدا جدا فاتمنى ان شاء الله بازن الله الامور تكون يعني يبقى فيه الالتزام يعني انتخابات ان شاء الله بازن الله تخلص في مواعدها نشكر حقيقة هيئة قضايا الدولة والسادة المستشارين على حرصهم الشديد على اقامة العملية الانتخابية وفقا لما يتراءى ليهم يعني انت دايما بتسمع كلامهم في حزم في الموضوع وفيه صدق يعني كان معانا السادة الرئيس اللجنة قال لك لا كان هناك فيه تراشق وكان 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 فيه مناوشات ودي حاجة ممكن تشينفع انها تحصل واضطرنا نعمل كذا واضطرنا نعمل كذا واضطرنا نعمل كذا وقفلنا التصويت في الوقت الفلاني وخلينا الناس وقفنا التصويت في الوقت الفلاني وعملنا 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 مجهود كبير جدا جدا لا تستقيم الامور في اي انتخابات ده تستقيم الأمور في انتخابات في مصر إلا ما يكون فيه حياتنا القضائية مشرفة عليها حاجة عظيمة ونفخر بيها دائما تتمنى إن شاء الله بإذن الله العمليات الانتخابية في نالة زمانية تتم أو بمعنى صح نتائج العمليات الانتخابية آخر حاجة حضرتكم زي ما سمعته كده من معالمستشار هشام بيه إنه إنا بنتكلم على 3 ساعات 3 ساعات ويبان المؤشرات من دلوقتي يعني إحنا بنتكلم على الساعة 3 يعني هتبوس تلاقي الدنيا دخلالها في 4 يعني إن شاء الله بإذن الله إيه إحنا إحنا هنم ونصح للاقي النتيجة بتاعت الانتخابات تكون عملا إزاي طبعا فيه ناس هنا ركابها بتخبط على الجراد الله عزيز عشان بس نبقى لا أنا اللي بقى عشان تبقوا عارفين بص في مراوين آه عشان تبقوا عارفين آه ولا إيه طبعا فيه